نفتح صورة متحركة وراح نعمل لها امبورت او استيراد على برنامج فلاش نشوف الصور مثلا هذه الصورة اخترناها لاحظوا عندي هنا في كل فريم في حركة معينة شوف فريم اللي بعده فريم اللي بعده فريم اللي بعده و هذا العامود اللي انت صائفينه قدامكم اللي باللون الاحمر هذا اسمه العمود القاري اي شي راح يمر عليه العمود القاري راح يتم قراءته وعرضه عنديله عليكم لاحظوا ايش اللي راح يصير في المشروع النهائي لما تشغل راح يكون بالشكل هذا اللي انتش شايفونه أمامكم و هذا زي ما أقول لكم أبسط أنواع الحركة الموجودة في برنامج فلاش لاحظوا أنه بيعمل عليها لوب الفلاش الآن لأنه نحن ما أضفنا أي أوامر فرح أول ما ينتهي يعيد مرة ثانية أول ما ينتهي رح يرجع مرة ثانية يعيد وهكذا هذي يسموها الحركة لوب عملية الدوران ينتهي يرجع يعدو مرة ثانية فيظهر لكم العمل زي كأنه فعلا كونان قاعد به للحين وهذا مو صحي هي عبارة بس كلها عن كم فريم واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة فريمات عملت لك حركة بالشكل اللي انت شايفو لو غيرنا واحد من الفريمات غيرنا مكانه إيش رح يصير رح تنعدم الحركة الفريم الأول هنا خلي مكانه هنا لاحظوا كيف الحركة صارت معدومة فكل الغرض من الموضوع هذا كله إنه بمبين لكم إنه الأبسط أنواع الحركة هي اللي هي فريم باي فريم هذا بالنسبة لموضوع الصور GIF وبالنسبة لنفس الفلاش خلينا نحدف الفريم هادي كلها remove frame نعمل insert view frame عشان نبدأ هنا فريم فاضي شوف لاحظوا الفريم الفارغ بيكون في داخله دائرة سوداء هذا أخر فارغة لما بنرسم أي شيء أي شكل بنرسمه في نفس الفريم لاحظوا إنه الفريم بيتغير شكله بيصير في داخله نقطة سوداء فالآن بنعمل حركة بسيطة نيجي هنا نضغط insert key frame عمل لي نسخة تبقى الأصل من الفريم اللي قبلها أحركه الفريم الأول حركناه بعدين رح يرجع حيصيره بالشكل هذا نيجي بعدين نيجي هنا نعمل نضغط مثلا على الفريم رقم رقم عشرة نضغط بالزر الأيمن ونزر key frame بعدين نحرك مكانه شوفش اللي ممكن يصير لاحظوا الحركة معايا الحركة هادي أبسط أنواع الحركة في الفلاش اللي هي frame by frame 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 أوكي ولاحظوا معايا بأننا في حال أردنا أن نعمل نسخة طبق الأصل من الفريم السابقة اللي هي هذه نعمل نسخة هنا نضغط بالزر الأيمن نضغط أول حاجة بالزر الأيسر بعدين بالزر الأيمن تفتح لنا قائمة نضغط على insert key frame insert key frame يعني عمل لي نسخة طبق الأصل من الفريم السابقة وأعمل عليها حركة معينة عشان تظهر بالشكل هذا وطبعا كل frame من الفريمات هذه ممكن نحط فيه 20 ألف صورة ما عندنا مشكلة نحط فيه صور نحط فيه مقطع صوت نحط فيه اللي نبغى الفريم هذا رح يكون كل frame ممكن يكون فيه 20 محتوى 30 محتوى مقطع فيديو ما تدري أيش اللي موجود في الفريم يعني بعض المشاريع ممكن تكون تحتوي على frame 1 فقط وعن طريق أكواد البرمجية ممكن تحط في frame 1 أكواد برمجية فيصير كل مشروع عبارة عن frame 1 ويكون مشروع خبير جدا ويتصل بملفات فلاشية وأخرى فالموضوع مش موضوع عدد ولا موضوع طول الفيلم هو على حسب الفكرة وعلى حسب التصميم النوع الثاني من أنواع الحركة بفلاش نحدف الفريمات اللي كلها نعمل زر 2 frame جديد النوع الثاني اللي هو الموشن نرسم الآن مربع نشتغل هذا الآن نبغى نحركه بالطريقة motion عندنا أكتر من طريقة عشان نحركه بالطريقة motion أول واحد أول خطوة نضغط على الفريم بالزر الأيمن ونختار أول خيار اللي هو create motion to end وبعدين مثلا نختار في الإطار الزمني نختار رقم 15 أو في الفريم رقم 15 ونعمل insert key frame هيعمل لنسخة تبقى الأثر من الفريم السابقة ولاحظوا أنه تغير المساحة هذه اللي بين الفريم الأول والفريم الثاني اللي هو في الرقم 15 ولاحظوا معايا أنه نحن الآن كابسين على الفريم رقم 15 وبنحركه نمسك أداد السهم الأسود التي تمثلها تخفي فلاش ونحرك المربع اللي إحنا رسمناه قبل شوي في الإطار الأول فما كان المربع هنا في الإطار رقم 15 ما كان المربع هنا الآن لما بنفذ عملية الحركة لاحظوا شي اللي صار إذا شغلنا المشروع رح يكون بالشكل هذا لاحظوا معايا كل ما طولنا المسافة بين الفريمين كل ما طالت بطأة العملية لاحظوا معايا نطولها كمان شوي شو بش اللي رح يصير جميل الطريقة الثالثة من طرق الحركة الموجودة في فلاش اللي هي الشاب والحين رح نعرف إيش يعني شاب لو قلنا مثلا إن كتبترسم مثلا خط الخط جاي أسود ما ينفع نضغط عليه ونغيره من البربرتز نغيره من الخط خليه أبيض ممتاز ممكن نغير شكل الخط كمان عن طريق البربرتز حددنا عليه ونكبر حجمه ونعطيه شكل معين زي كده أو خليه نفس الشكل هو وكي أوكي تمام الآن رح نضغط بالزر الأيمن ونختار create shape tween أو إنه نضغط الضغطه ونفتح البربرتز رح نراحظ إنه عندنا هنا tween نغيره يا motion يا shape على حسب الطريقتين طبعا في الفلاش تسعة اللي هو cs3 ممكن تسويها من هنا تضغط بالزر الأيمن وcreate shape tween أما في الفلاش خمسة وتمانية والإصدارات السابقة تقبس على الفريم وبعدين تنزل تحت وتختار هنا shape وانتهى الموضوع لاحظوا إنه بيصير شكل للفريم أخضر لا نروح عند الفريم رقم 15 ونضغط insert keyframe حيعمل لنسخة تبقى لأصل من الفريم السابقة اللي هي shape ولاحظوا هنا في الفريم رقم 15 راح استخدم السهم الأسود وراح أعمل إيش راح أتني الخط اللي أنا رسمته قبل شوية وهذه من المميزات الموجودة في برنامج فلاش إنه ممكن تمسك الشكل بالذات الشكل المرسوم عن طريق برنامج فلاش هو الرسوم المتجهة وتلعب فيها على كيف لاحظوا إيش اللي راح يصير وهذه مش ممكن تسويها عن طريق motion طريقة motion مش ممكن تعمل الحركة هذه بالذات استحيل motion ممكن صورة تحركها تضيف عليها مأثرات تضيف عليها حركات أخرى عن طريقة motion أما بالنسبة للطريقة هذه فلا لا يمكنك أعملها إلا عن طريقة shape